موسيقى مشاهدي سفاتشات أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عمق الحدث حرب، نزوح، وتهجير كلمات تختصر عمق الحدث اللبناني اليوم فما متى خطورة هذه المرحلة؟ وماذا بعدها؟ وماذا عن مخطط تهجير شاعة لبنان إلى العراق؟ مواضيع كثيرة أناقشها اليوم مع ضيفي في هذا اللقاء الأستاذ في التاريخ الدكتور عماد مراد أهلا وسهلا فيكم على اليوم أهلا فيك، أهلا فيك يعني توترات كبيرة عم تشهدها المنطقة لنحكي بلبنان لبنان اليوم في حرب، في نزوح، في حركة نزوح كثيفة ولكن شو الفرق لنبدأ تحديداً بهذه الحركة من موجة النزوح هذه وما حدث في السابق أو مثلاً 2006 نعم، أكيد ما فينا نفسه اللي عم بيصير هلأ بالجنوب وبلبنان عن الأحداث العسكرية والسياسية والاجتماعية اللي صارت آخر خمسين سنة يعني هالمعضل اللي اسمها إسرائيل أو المشكلة العربية الإسرائيلية لو خفتت مع العالم العربي بخاصة مع الخليج ولو صار فيه معاهدة سلام مع الأردن ومع مصر ولكن بعد فيه مشكلة إسرائيلية فلسطينية، إسرائيلية لبنانية وما رح نقول إسرائيلية سورية لأنه هذا الشيء ما نواضح على الحدود أو بالتعامل بين البلدان مشان هاك ما فينا نفسه اللي عم بيصير اليوم بالـ 2023 وـ 2024 ما نرجع نقول أنه صار فيه هجوم إسرائيلي بره بـ 78 وـ 82 وتم اكتحام المناطق اللبنانية وصولا إلى بـ 82 ووصولا إلى بيروت وتمت محاصرة بيروت ولو ما الضغط الأمريكاني ما نسحب الإسرائيل من بيروت بـ 93 و 96 صار فيه كمان معارك بين اللبنانية حزب الله بشكل خاص والإسرائيلية والأكبر شيء أكبر مواجهة فعلية صارت بالـ 96 اليوم منقدر نعمل مقارنة صار تقدر لو الحرب البرية صار لعش تيام تقريبا أو 15 يوم صار فينا نقدر نعمل مقارنة بين هزين الحربين بالـ 2006 حزب الله كان عنده هدف مباشر لبناني كان عنده أول شيء تحرير المعتقلين وحاطة أساميهم وعلى رأسه سمير الأنطار يلي انقتل بالـ 2015 بسوريا وكان فيه دايما شعار كبير مزارع شبعة تلالك فرشوبة قرية الغجل وهذا الصراع على الحدود وخطف عسكريين إسرائيليين وقتل خطف 2 وقتل 8 أدى إلى حرب تموز اللي استمرت تقريبا 34 يوم تهجير كان كبير الدفع الثمن الحرب كان كتير كبير بالمليارات تهديم البنى التحتية بالـ 2006 كان كتير كبير اليوم دايما بها 15 يوم عم نعمل مقارنة ما زال حضرتك بلشتي وذكرتي لـ 2006 عم نعمل مقارنة هالمقارنة نقدر نحكي فيها عن التهجير أو النزوح بالبداية اليوم النزوح أكبر بكتير اليوم التشرط خطر واليوم الاكتحام أخطر ليه؟ لأنه يحكى ويروج الإسرائيلي يلي هو عدو للبنان وللشيعة ولحزب الله وأكيد لكل اللبنانيين وهو عدو مختصب وعنده شهية لأغتصاب الأراضي كلها ولكن عنده نظرة لبنان هو عم بيروج له أنه الأراضي هايدي لو يمكن ما عم بيحط أهداف علنية ورسمية بواسطة السوشيال ميديا أنه بدنا نستوطن الجنوب هالنزوح هايدي يلي عم ينجبر الجنوب ينزح مع أنه معلق بأرضه بيحب أرضه بيحب بيته وعم بيموت كرماله هذه الأرض وعم بيموت كرمال بيته وعائلته عم يتطلع يلاقي أنه جنوبه بده يغتصب ويتحول إلى أرض ومشروع آخر يلي هو الاستيطان هايك عم بيفكر جنوبه من ورد دعاية الإسرائيلية يعني وقت نشوف واحد عم يفسر لأبنه ما بعرف من جاي أكيد دعاية إسرائيلية صحيح انتشر هيك فيديو انتشر تراح تراند وما منعرف مصدرها من وين بس أكيد فيه تسريبة إسرائيلية تحتى نخوف الجنوبه أنه انتبه نحن عم نهجم على أرضك ما رح نرد لك إيها روح دبر حالك روح فوت على الدخل اللبناني روح فوت على سوريا روح انتقل على العراق دبر مشروع العراق ما زال فيه مشروع إيراني عراقي الشيعي بالعراق دبر حالك ولكن بالحقيقة مقارنة بال2006 الشيعي وقت تتهجر بال2006 وانتشر بكل لبنان وكمان حضنون لبنانية للشيعي ورحبوا فيه ولكن وقت تم إعلان وقف إطلاق النار بـ 14 قبل 2006 الساعة 8 الصبح وقف إطلاق النار 8 وخمسة كانت السيارات عم تترك المناطق كلها ورجع عالجنوب ما بتعرفهم بتقعد ما في بيوت ما في أرض مزروعة ما في أقبية حتى كلهم هدم على الأرض رجعت وقعدت ما اللبناني عنده هالميزة بتجمعه في كتير اختلافين لبناني تعلق بالأرض يعني احنا بنعرف ودرسنا أنه الماروني بالزمنات هو اللي أسس هالكيان بفكره وكان يدفع دم تمن بقاءه بهذا الأرض ومنعرف أنه في بطار كيموار نستشهده كرمان البقاء بالأرض ونبقى بأرضنا بس هاي دي الفكرة منتشر عند كل اللبنانيين يعني الشيعي بيحب الجنوب وبعلبك قد ما بيحب ذاته نفس الشي عند الدرزة بيشوف وبعلاي وبالبقاءة الغربة ونفس الشي عند السنة بالمدن المدن الكبيرة صيدة وصور وطرابلوس وبيروت والبقاءة الغربة ونفس الشي أكيد عند المسيحة يلي بيحب لبنان بيعتبروا أنه هيدا كيين معلق فيه مشان هيك ما ممكن الشيعة يتخلى عن أرضه لو شو ما نعمل له مشاريع خارجية مشان هيك هذا الشي اللي حنحكي عنه هلأ وذكرت حكيتنا عن مخطط وحكينا بمقدمة الحلقة عن مخطط لتهجير شيعة لبنان إلى العراق اليوم إذا نطلع على أرض الواقع صار في تسهيلات وهذه التسهيلات غير مسبوقة صحيح لدرجة سمح للبنانيين يلي رايحين على العراق فقط بهوية شو سبب هذه التسهيلات يعني كيف تفسرها يعني فينا نفسرها بمنحي نحن بنعرف أنه إيران اليوم بمشروع عامل التسعة وسبعين مع الثورة الإسلامية عنده هدف انتشار إقليمي ما حدا عنده علم تستفهم عن الموضوع يعني من حربة مع العراق بين الثمانين وثمانة وثمانين بيّن أنه فيه صراع على الحدود وعنده أهداف عراقية بدعمه لبشار الأسد تيبقى بمركزه وصار فيه جيش إيراني وحزب الله موجود يعني عنده هدف بسوريا وأكيد باليمن مع الحسيين للدعم الإيراني واضح وأكيد بلبنان يلي حزب الله هو بيعترف أنه مشروعه هي دولة إسلامية في لبنان تابعة لولاية الفقه يعني لبنان سيكون دولة تابع لإيران مش مستقلة لا أبداً هذا المشروع العقائد موجود بالعقيدة موجود تراجعوا من أي ناحية بالحكي أنه إذا ما قدرنا مشروعنا مش هلأ موجود بس على المدى البعيد هذا مشروعنا العقائد ما فينا نغيره وحتى بيشددوا عليه أنه بالوقت الحالي ما فينا مهم هذه المدن وهذه البلاد العربية يلي كاسم سليماني قال يوماً صارعنا نفوز بأربع عواصم قال حرفياً ومنه اللبنان والعراق والعواصم هي بيروت وبغداد هذا التواصل هي عم بيحكي المنحة الأول هذا التواصل بيخلي هالبلدان يقفوا حضبعض يعني اليوم العراق بالمنحة اللي عم فسروا الأولاني فينا ناخدها عم بيمد إيدو بما أنه كمان الشيعة بالعراق هني حطين إيدو على البلد وهني قراب من إيران وقراب من حضب الله عم بيمدوا إيدو لشيعة لبنان تيكونوا حدن أنه أنتو مهجرين عم تنضربوا عم تنقصفوا تقتلت إياداتكم يلي هي لازم تديركم هي لازم توجهكم وين رايحين تقتلت وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله العراق مستد يمد إيدو مستد مد إيدو مش سياسيا فقط مديا وفكريا وسقفيا مشين هيك بيروح اليوم المهجر والنازح على الحدود بيلاقي سيارة تاخده على العراق مأمن مأكل مشرب مسكن ومتعرف نحن هلأ النازح بتيابو بس للأسف وما في أصعب من الهجرة أو النزوح تشبه الجريح والقطيل بقوتة وبعذابة مشين هيك العراق والأحزاب الشيعية بالعراق تقدم الدعم للبنان الشيعي لأنه عم يحدده بعض لأنه نفس المسار السياسي أما المرحبتين لجوابك هو هل يترى في مشروع دولي وأقليمي لنقل شيعة لبنان بعد ما نضرب له مشروع بلبنان يعني بعد ما نضرب حزب الله وبعد ما نضرب العقيدة عقيدة الدولة الإسلامية التابعة لإيران نضربه كليا عسكريا ونقل هؤلاء الشيعة إلى العراق ليعملوا هنيك ليكونوا أكترية ويتغلبوا على السنة بما أنه فيه صراع سن شيعي بالعراق هذا معروف من الألفان وثلاثة وقتصاد صدام حسان هلأ أي أقرب للمنطق المنحة الأول أقرب للمنطق مساعدة العراق وإيران مع بعض لشيعة لبنان الناسحين والمهجرين والمضربين والمشتتين هو من المنحة إنساني ومنحة فكري وسياسي وليس بمنحة إيديولوجي أنه بنا ننقل بسمية ترانسفار مجموعة من السكان يروح يسكنه لي لا العراق بده يجيب الشيعي اللبناني اللي عنده والأهم الشيعي اللبناني ما بده يروح على العراق هو لبناني هو معلق بهذه الأرض معلق بتراب هذه الأرض ونحن منعرف كمان أنه الشيعي اللبناني عم بيموت كرمال أرضه مجي منعطيه العراق يعني المنحة التانية اللي عم نسمعه كتير وبعدين عم نسمعه بالإعلام بالوسائل التواصل الاجتماعي بعدين الرقم هو بعده ضئيل شفت لو عم نحكي بمئات الألوف يحكى بـ 8000 آخر رقم آخر رقم 8000 آخر رقم 8000 هو رقم هزيل جدا ولو عشرة وعشرين ألف هذا ما بيعني شيء مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في عدد كبير رح يرجع لما تخلص هذه الأرض طبعا معلق بأرضه معطينا مثلا بالألفين وستك يفرجعوا بعد ربع ساعة من وقف اطلاق النار يعني الشيعي اللبناني معلق بأرضه ومعلق بلبنانه على أمل كان دايما منتمنى وهلأ منحكي بالموضوع أنه تتهدى الأمور كمان بأسرع وقت يرجع حتى يساهم بإنهاض هذا البلد طب لما يحكى عن هكذا نظريات يعني نظريات مؤامرة أو مشروع لشرق أوسط جديد قديش بتشوف أنه فعلا أو أمتى معقول نشاهد على شرق أوسط جديد بتعرف الشرق أوسط الجديد نحكي عنه ببداية الألفية التالتي يعني بالألفين وواحد بعد ضرب الورد تريد سنتر بعد العملية الإرهبية بالولايات المتحدة الأمريكية بدأ الحديث عن شرق أوسط جديد بسقوط الأنظمة وبلش تتكمل هذه الأفكار الأمريكية والغربية مع سقوط الدكتاتوريات يعني ما يسمى بالربيع العربي ولكن شو هو الشرق أوسط الجديد أول شي هي تقسيم المنطقة إلى دولات ما بقى يكون في دولة كبرى أوية متمكنة تانيا النشر الديمقراطية وثالثا السلم مع إسرائيل هاو ثلاث أهداف للشرق أوسط الجديد هلأ من الناحية الأولى سقطت بعض الدكتاتوريات أكبرهم صدام حسين مين بيقول معمر القذافي وصدام حسين بيسقطوا ما حدا بيتخيل أوكي صدام حسين سقط بالعسكر أو بالبرود الأمريكية والدبابة الأمريكية معمر القذافي سقط شعبيا هو حسن مبارك ولكن بدأت تتغير نظرة العالم العربي أو الشعوب العالم العربي لزعمها ها بالدرجة أولى بالدرجة الثانية الأمريكان عندهم دايما نظرة أنه هن السياد العالم هن عندهم الفكرة هي هن بد يكونوا بأحادية كطبية لا روسية ولا أوروبا الغربية ولا الصين ما بيقبلوا وين أبرز شيء بالشرق الأوسط بدهم يظلوا حاطين إيدهم على الشرق الأوسط بدهم يظلوا يستثمروا سروات هذه الأرض سياسيا وماليا وثقافيا واجتماعيا بدهم يكون عندهم نفوذ وهذا النفوذ ما بيكتمل إلا إذا كان فيه أعداء هن بيخترعوا لهذا العالم العربي منهم الشيعة قوة الشيعة بالعالم العربي اللي نظور الأمريكيين فيه يعني كيف اللي نظور الأمريكيين فيه يعني مش بتعاملين مع الشيعة أو دعمين الشيعة لا بس تركين الشيعة يقوه وتركين إيران تقوه وتركها إيران تحطها لدول عربية تحتى يصير في منافسة مع السنة وهي يكون إلى دور إلى جانب السنة وحتى عسكرياً كما بتعمل هلها لضرب الشيعة هيدا يعني هذا يندرج بسيئ ما يقال أو نظرية اللي بتقول أنه اليوم موجود حزب الله وإيران ضرورة لإسرائيل أو لوجود إسرائيل يعني لو بطريقة مش مباشرة كيف يعني مش مباشرة يعني نحنا سمعنا كتير وهالفكرة التي يمكن عم تشريها أنه إسرائيل مبسوطة بحزب الله على الحدود سمعنا فيها كتير ويا لطيف شو نحكي عن السلم المبطن بين إيران وإسرائيل حاجة كتير وأنه بحياتهم الفرص ما تخانقوا مع اليهود وفي معاملات واليهود بإيران عايشين بسلام ولكن على أرض الواقع تختلف الأمور كيف يعني يعني إسرائيل تركت حزب الله يقوى بدون ما يكون في معاملة معه بدون ما يكون في دعم لإله لا ولا من تحت الطاولة أبدا بس تركته يقوى تحتى تجرب إذا هذه الطائفة باللبنان تقدر تحميل حدودها بطريقة غير مباشرة أول شيء من الفلسطيني وتاني شيء من العرب وتاني شيء من التطرف السنة قال لك بترك هالشيعة يقوى تشوف يمكن هو اللي بيحميله حدوده ولكن هذا الرهان الإسرائيلي على الشيعة يحميله حدوده فشل بالعكس طلع الشيعة بده يدافع عن أرضه وبده يرجع فلسطين غير أنه يرجع المناطق اللبنانية بده يرجع الفلسطين للفلسطينية وتعامل مع حماس يعني إسرائيل انخزن بأفكاره تجاه الشيعة أو فشل بهذه الأفكار يعني فكرة أنه إيران وحزب الله ضرورة لإسرائيل لا فشلت بخصة آخر سنة فإذن كل هذه النظريات على أرض الواقع بيّنت مختلفة عن مأرينيها من تحليل أوروبية وأمريكية وعربية وحتى لبنانية إذا بدنا نحكي شوي بالعودة للطائفة الشيعية وتاريخ وجودها في لبنان نعم هل يعني يقال أنه أصل الشيعة العرب يعود إلى جبل عامل في لبنان فيك تضحنا شوي عن تاريخ الشيعة اللبنانية يعني بتعرفي كمان بما أنه دايما بدنا نحكي تاريخ ما فينا نحكي سياسة وما لازم ولا يكون رجل سياسة بلبنان وبالعالم العربي إلا ما يكون عنده سقافة تاريخية ممنوع الشيعة عنده وجود بلبنان وبجبل عامل من القرن العاشر عنده تعلق بهذا الأرض من القرن العاشر وعنده انتشار بالبقاء وببعض مناطق جبل لبنان عكس ما بينحكى وما تروج آخر سنة كانوا يروّج أنه يعني شيعة لبنان هني أصل سكان جبل لبنان هيدا للأسف فائد القوة خلينا نحكيها بصراحة فائد القوة عند الشيعة بآخر خمسة عشر سنة آخر ستة عشر سنة خليهم خلى الجامعات الشيعية السقافية والعلمية والأدبية تعتمد على فائد القوة لتنشر أفكار سياسية وتاريخية مغلوطة بما أنه هن الأقوى على سبيل المثال أنه كسروان شيعة أنه كلها شيعة مش جزء منها شيعة جبال كلها شيعة جبل لبنان تاريخه شيعة كسروان ما فيه نسمعت وضربت بوسائل التواصل الاجتماعي ما فيه بكسروان موارنة قبل الثامن عشر من أحد أساز التاريخ بلبنان وانتشرت عند الشيعة وعند اللبنانيين وكأنه عم نروج أو عم ننشر أنه هذه المناطق شيئية هيك اتخذت مناطق شيعية هذا المنحة راحت ولازم نرجعها شيعية بهالمنحة وصار فيه تضامن ماروني بالمقابل أنه لا كسروان قبن عن جد ومن ألف سنة ومن ألف ومتان سنة ومن ألف واربعمائة سنة هنا فيه مساس بالأرض ونحكيه عن تعلق بالأرض عند الموارنة صحيح صار فيه نوع من التنافس الإديولوجي لو ما نظاهر هالقد صار فيه بوسائل التوصل الاجتماعي صراع إديولوجيا حول أصل جبل لبنان ودور الشيعة فيه ودور الموارنة فيه وحتى رحنا أكتر من هيك بسبب فائد الكوة حول الفينيئيين للأسف رجعنا أكتر صار المسيح بده يبرهن أنه موجود بهذه الأرض من أيام الفينيئيين ونحنا عصلنا فينيئة والآخر بسبب فائد الكوة إن كان شيعي أو مؤيد لحزب الله صار يعمل الفينيئة ما قلوا دور وراح أحدهم يقول أنه نسوين الفينيئيين شغلتهم يبيعوا جسدهم للتجار اللي بيجوا على السحر اللبناني ليك لأي درجة اتخذت أو أخدونا بسبب فائد الكوة هون نرجع منقول ما منكتب تاريخ بالقوة العالم والمفكر والمؤرخ وأستاذ الجامع هو الذي يكتب التاريخ استنادا إلى وصائق ومصادر مؤكدة نرجع منقول بالعلم منبني ما منهدم هن بفائد الكوة تنبرهن أنه كسروان أصلا شيعي صار فيه منافسة لبنانية لبنانية وخلى المجتمع اللبناني ينقسم وتأكيدا على هذا صار فيه تطلع صار فيه اجتماعات مارونية مسيحية كسروانية بدأت برهن أنه هيدا المنطقة هي مسيحية فيها مجتمع شيعي فيها مناطق شيعية ما بيمنع ما التعايش اللبناني مشهور صحيح اللبناني مشهور أنه فيه تعايش وفيها حتى كان كان له ندور مثلا من ألف سنة ونشن حملة عسكرية على جبل لبنان أو حملة عسكرية على جبل لبنان ضربت المارونة والشيعي والدرزي مع بعض ما بيمنع منعكدها أكتر بس مشهور منعمل جبل لبنان شيعي ومننفي دور الآخرين هيدا نقطة صودة بتاريخ السقافة الشيعية بآخر ثلاثة أربع سنين اللي نحطت بعقول المسيحيين طب اليوم شو المطلوب من الطائفة الشيعية منعرف أنه عم يعانه منعرف أنه عم يمره بطروف صعبة منعرف ربما أنه بين الحين والآخر بيصير ببعض المناطق يمكن حساسيات ولكن يمكن في ضغط عم تعاني منه هذه الطائفة صحيح في يمكن أخبار عم تسمعها مخططات بتسمعها وبالطبيعة أنه يصير فيها خوف بنفسهم شو المطلوب من الطائفة الشيعية بهذه المرحلة الضقيقة التي يمر بها لبنان تاكي أول شي خليني قبل ما جاوب على السؤال أصملك الطائفة الشيعية بلبنان إلى 3 أصم أكيد الأقوى هو حزب الله عنده انتشار واسع عنده انتماءات كتيرة عنده بيئة حاضنة لأله وهو تأسس بـ 82 إنشاء من حركة أمل تأسس بـ 82 وعنده ارتباط مباشر بإيران وهذه ذكرناها قبل وبالسين حزب الله وأمين العام سيد حسن نصر الله كان يقول ارتباط بولاية الفقه عندنا حركة أمل في وجه المقاومة اللبنانية هي مقاومة لبنانية طلعت من رحمة المحرومين أسسها الإمام موسى الصدر ولكن بسبب تثبيتها هي انتماءة لبنانية 100% وما بتلتقي إيديولوجيا مع حزب الله أبدا أبدا وصار عبر التاريخ صراعات عسكرية بين هزين الحزبين وعندنا المستقلين مفكرين أدباء علماء عندهم انتماء لبناني صرف وهم هن اليوم بشكله أنه معارضة تجاه السنائة الشيعية السنائة الشيعية هتقيدوا بإيد بعض وأوة بعض أوة بعض حميوا بعض طبعا يصير فيه انقصام ودايما بيقولوا أنه أفضل نكون هيك لو منختلف إيديولوجيا ما نكون مثل المسيحيين مش أفضل نكون قوية لو منختلف إيديولوجيا لو حزب انتماءه إيران وحزب انتماءه لبناني ولو في حزب أكتر من حزب علامة استفهام حول الفساد دائما هنا بيقولوا بياناتهم حركة أمان هنا بيقولوا صحيح عندها أمور فاسدة بالأمور المالية أكتر من حزب الله بلبنان بيتهموا بعض بهذه الأمور فإذا لو هذا الأمور واضحة إلى العلن بخاصة بثمانيينيات والتسعينيات ولكن بعد 2006 صار في عنا السناء الشيعي السناء الشيعي بسبب التضامن مع بعض وبسبب ضعف الآخرين صاروا هن السناء الأقوى في البلد ومسك بمفاصل الحياة السياسية بالبلد بعد 2006 وبعد الانسحاب السوري وتنسحب السوري وصار في حرب تموز قوية قوية الطائف الشيعية كتير فائد القوة فائد المال فائد العدد الدعم الخارجي وضعف الآخرين ما في دعم خارجي ما في زعامات المسيحيين زعمائهم بين بالحبس وبالمهجر مشارزميل ومشتتين ومقصومين وصننا نقتلهم رفيق الحريرة الزعيم التاريخي والدروز عندهم زعامة ولكن متنقلة تصطاد الموائف عندها مواقف وطنية ولكن تصطاد الموائف والأحكام التاريخية حسب ما تصير وحانا وقت الشعية السياسية حانا وقت الشعية السياسية واجت أقوى بالقوة من الحريرية السياسية لانه الحريرية السياسية كانت اقتصادية أكتر من السياسية وغلط التسمية لأنكنا بزمن الاحتلال السوري اجت اقوى من الحرارية السياسية بكتير واجت مع نفوذ خارجي وطلعت او اذا فيك تقولي منتصرة من حرب تموز وهذا بده حلقة خاصة من ربح بحرب تموز ولكن بنظر جزء كتير كبير من اللبنانيين وبنظر الشيعة طلعت منتصرة واللي بينتصر على اسرائيل بده يستسبر اكيد بالداخل وبدأ انتصاره وبدأت الشيعية السياسية هلأ بها 18 سنة من 2006 لل2024 صار فيه الدائوية الشيعية السياسية والدائوية السناء الشيعي ولكن صار فيه معارضة كتير كبيرة لهم بسبب تصرفاتهم بسبب فائد القوة بسبب عن جهيتهم على الاخرين مع انه في كتار من الطواقف المتعددة كانوا يتزلمونهم يعني طي يوصلوا لمنصب ان كان ادارة او رسمة او حتى السياسة بدوا يستردمين الشيعة وهذا شفناها باحزاب حتى مسيحية يلي تعتبر دايما الحزب المسيح دايما يعتبر سيادة وشفنا كمان بوسائل التواصل الاجتماعي انه متل متل تحكم انه بدك توصل ما قالك غير الحزب بدك تستلم مركز ما قالك غير الحزب رئيس جمهورية وكان يوصل اذا ما قالك واني بيقلوها يعني اهلا نواف المساوي اذا ما بيوصل متل ما بدا ايه بينقتل لكن لا اي درجة الاقتصاد بايدهم اللي عملة موجودة معهم بوقت الازمة يعني يقال انه الشيعة ما حسوا بالازمة الاقتصادية لان فيه اموال عم تجي من الخارج هذا الفائد الكوة خلى فيه خلى الطواقف الأخرى تنظر لهذه الطائفة كعدو مش كخصم صار خايف منه بيهددك بالرئاسة ما بتنعمل وزارة اذا ما الشيعة راضين عنها الاقترية الشيعية معهم لانه صار عندهم كل نواب الشيعة يعني ما بيجي رئيس مجلس نواب الا ما اذا الصناعي الشيعي مسمي لان ما في نواب خارج هذا الصناعي من هذا المنطلق وفي دعم خارجي من هذا المنطلق اصبحوا الاقوياء واصبحوا يديرون اللعبة السياسية في البلد اجت حرب الاسناد علية المعارضة اكتر ليه لانه المعارضة بقت معارضة ولكن مين نضم لحرب الاسناد المعارضة ضد الصناعي الشيعي معروفة وعم بتحارب ضدها من الالفان وصدق او عم بتعارض من الالفان وستة ولكن نضم لهم وبشكل غير مباشر تيار الوطن الحر العونيين صاروا ينتقدوا حرب الاسناد صار عندهم كمان نوع من انا بمشي مع الشعبية الاكترية المسيحية المعارضة لسلاح حزب الله وتصرفاته وعن جهيته وفوقيته هيدا الاجواء المسيحية وين بيروح العونة مع هيدا الجو او ضلني الى جانب حزب الله هو الاقوى ما فيه يخرج ما فيه يخرج من عبائت الحزب ابدا ما بيقدر يخرج يعني صار فيه عنده هالانقصام او الانقصام الداخلي التيار وطن الحر وين بروح وشعبيتي عم بتخف وعم شفتها بالانتخابات النيابية والشيعة جيبولي ست نواب وانا بتدهور مستمر ما بيعملوا احصاءات بيشوفوا الجامعات صار فيه هالانقصام وغير غير تيار وطن الحر نفس الشي في هالفكرة عند الدروز وعند السنة فيه هالنظرة اذا خرجت من عبائة حزب الله والسناء الشيعة انا وين مصيري شعبيا وين مصيري سياسيا مشان هيك كان دائما تيار الوطن الحر بمواقفه ضربه على الحافر وضربه على المسمار ضد حرب الاسنان ولكن الحزب الله هو حزب مقاوم ضد نتدخل بالامور الفلسطينية وحماس ولكن نحن انه يبقى حزب الله معه صلاحه هيدا اللي خلى كمان شعبية تيار الوطن الحر بالالفان وثلاثة وعشرين الفان واربعة وعشرين تدهور زيادة وصار في انقصامة داخلية من وراء هذه المواقف اندلعت الحرب هلأ وصار فيه اذا بدك دمار هائل عدد قطلة ما شافه لبنان بتاريخه من ناحية السوريين او من ناحية سوريا الاسرائيليين يعني هذا الدمار ولا مرة شفناه ولا بالالفان وستة ولا بالالفان وسبعين واثنين واثنين واثمين والستة وتسعين عدد القطلة ما شفناه العدد الهائل بلبنان من وراء الاسرائيل عنده نية اجرامية بس ما شفناه هذا العدد اليوم مليون ومئتان الف نازح شو موقف المعارضين لسلاح حزب الله كمان في ضيعة هني ضد السلاح وضد الحزب وضد هذه الحرب ولكن البيعة الشيعية من تشرا وما كان بحضنهم كان الخيار اكيد بحضنهم من كل الناس ومن الاحزاب المسيحية المعارضة حضنون طيقلون هاي اهم شي بمغزة اللي لازم نطلع منه هذا المغزة بعد الحرب ماشاء الله ما تطول انا كاحزاب مسيحية معارضة لسلاح حزب الله واحزاب متعددة سنية ودرزية بدي احضن بيئة حزب الله المضطهضة واللي عم تنقتل واللي عم تتشرد واللي انقتلت اياداتها واليوم في ضعضعة بقلبها اكيد اللي بقتله السيد حسن نيح البعد وقدر يوقف نيح البعد يقدر يقوس نيح البعد يقدر يقاوم رمزية السيد حسن هالة السيد حسن راحت مشان هيك المناطق اللبنانية والمزاهب اللبنانية والاحزاب اللبنانية قررت تحضن هذه البيئة وتقلهم نحن نحضنكم ومنحبكم أنتوا لبنانيين وأنتوا فينا أنتوا منا وبدكن ترجعوا عجنوب ورح ندعمكم تترجعوا عجنوب ولكن خلي انتمائكم لبناني هيدا العنوان العريض إذن هذا المطلوب اليوم من الطائفة الشعية خلوا انتمائكم لبناني هيدا العنوان العريض لما بعد الحرب خلي انتمائكم لبناني بالدرجة الأولى كونوا تحت سلطة الدولة تحت تكونوا سلطة الدستور واقتنعوا بالمساواة بين اللبنانيين هاو تلات نقاط بيخلونا نفكر انه لبنان رايح الى امان تخلص الحرب اذا بتضل الحرب والمحتال بده يوما ما في احتلال بقى مدى الحياة بده ينكسر ولكن على الطائف الشعية يلي مسكت بزمام الامور من ال2006 وتعرف انه هذا المسار من ال2006 الـ2024 كان فاشل فشله فشله بالسلطة حتى عهد العمادعون فشل فشل اول شي من ورا حزب الله يعني حزب الله فشل عهد العمادعون فشلت سياسة الاقتصادية مش بسبب رياض سلامة بس كمان بسبب السلطة السياسية انحلال كامل صحية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومين الاقوى يتحمل مسؤولية حزب الله والصناء الشيعي مشان هيك ما بعد الحرب لازم الطائف الشيعية تدرك وتعمل ناقت زيته لها 18 سن اللي كانوا فيها بالحكم وكانوا الاقوى يعملوا ناقت زيته لحالهم لسياساتهم لانتماءاتهم خارجية يرجعوا للبنان ويلتزموا بهذه 3 نقاط لانها يكون المساواة هو العنوان العريض هو الانتماء اللبناني هو العنوان العريض لبناء هذا البلد لننتقل سريعا من شيعة لبنان الى المسيحيين يعني هذه الفئة من اللبنانيين اللي عم تحس دايما انه هي مستضعفة في نسبة هجرة كتير كبيرة وحلة الحرب اليوم ما هو واقع المسيحيين هل انه بخطر فعلا من بعد كل السنوات الصعبة اللي مروا فيها وتتكلل هلأ بالحرب يمكن ربما الخطر مش مباشر عليهم ولكن الجو العام يعني مني حم تفتحيلي هيك مثل موك ليتا انطلق نعم مر عليهم مخاطر كتير كبيرة المسيحيين وفي شكل خاص لموارنة مر عليهم حروب ومخاطر ما بيتخيل العقل يعني كيف وقتا نقول زعيم طائفة انقتل شو بيصير بالطايفة عبر التاريخ الموارنين قتلهم بطاركة وقتا نقتلهم بشير جميل بـ 82 حسوا المسيحيين انه خلصت الدنيا شو يشبه شعور الشيعة بمقتل السيد حسن حتى رفضوا تصديق انه بشير جميل كيف اذا بيهالت بشير جميل ما صدقوا المسيحيين انه ماتوا ولكن ظلوا متمسكين بايمانهم بالدولة لا دايما المسيحي لا بيرفع شعار الدولة لانه عبر 1400 سنة من تاريخ الموارنة هني كانوا عندهم ايمان بالكيان هني اساس الكيان اللبناني الموارنة والمسيحيين ما بيتخلوا عن هذه الحلم وهذه الفكرة وقتا وصل بشير جميل الى الحكم بـ 21 يوم عمل دولة حدا بيقول بـ 21 يوم تنعمل دولة بشير جميل عمل دولة بـ 21 يوم والحلم الماروني والحلم المسيحي اتطبق بها الـ 21 يوم من بعد ما استشهد رجعنا للفوضى ورجعنا للنصام المسيح المسيحي واللبنان اللبناني واتتوج هذا الانقسام للأسف بحرب الإلغاء بين الجيش اللبناني بيات العمدعون والقوات اللبنانية بيات سامير جعجان هذا النصام بعد تأثيره لليوم بعضهم حسين مسيحية لا رجعوا عالدولة قوية على الرغم من أن العمدعون جاء رئيس جمهورية وكان عندهم كتلة من 29 نايم و11 وزير ولكن ما رجعوا عالدولة قوية يعني ما رجعوا عالقرار بإيدهم ما شاركوا بالقرار ضل عندهم هالشعور وسبب هذا الشعور لو أنه باتفاق مع رابوس العمدعون لرئاسة الجمهورية ولكن ما حسوا حالهم عن جد حكمين وأدبر سبب هو الانقسام طيب اليوم شو الحل شو الحل للمسيحيين للقيادات المسيحيين شو لازم يا عمرو بالدرجة الأولى بدهم يرجعوا للخط العريض تبع بكركة بخط العريض تبع بكركة الانتماء اللبناني والانتماء الوطني ويكونوا تحت عبيت بكركة يعني ممنوع تكون أنت مسيحي ومروني ما تكون عندك أفكار سيادية واستقلالية وما تكون رافع شعار الحرية ممنوع ما في مجال تختلفوا مع بعض يا قوات ويا كتائب ويا أحرار ويا عونية ويا مردة بالأمور السياسية تختلفوا بمناصب بتختلفوا بالبلديات ما في مشكلة ما هي طول عمرة موجودة عند المسيحي هذا التنوع ولكن بالخطوط العريضة اللي حطتها بكركة الاستقلال والسيادة والحرية ممنوع تنزلوا عنها عندك حزب لبناني انتماءه خارجي ما بتتحالف معه بالعكس بتنافسه بتجرب ترجعه للبنانيته ما بتنقصمه بالأمور الإيديولوجية ما بتنقصمه حول بكركة ما بتنقصمه حول قاست الجمهورية حول إيه التجاش هاو بتدعموه انت تتبقوا ويا وقتا يمشوا ورا هدا الخط العريض بيرجعوا لموارنة أقوية والمسيحية أقوية وبيرجعوا بيلعبوا دور بسياسة هذا البلد واستقلال هذا البلد هن مضعفين حالهم من ورا النصام هلأ ما بدأ نشمل أكيد في ناس في أحزاب تتحمل مسؤولية أكتر من ناس ولكن إذا حطوا حطوا هالخط العريض حول بكركة سيادة وحرية واستقلال وعدم الانتماء للخارج والانبطاح ولا الخارج وحتى ولا الداخل بيرجعوا الموارنة والمسيحيين أقوية ودوروا فاعي باللبنان عم تحكيني عن أهمية اليوم بكركة وشفنا بارح كمة روحية استثنائية بكركة جمعة رؤساء الطواقف اليوم هل بكركة بعدها بذات قوة بكركة سابقا يعني نحن بنعرف قديش البطريارقية المارونية لعبت دور كبير بتاريخ لبنان وكل البطاريكة عندهم تاريخ كبير على هذا الصعيد ولكن هل يوم بكركة بعدها بذات القوة عم تلعب ذات الدور الكبير يعني بحسب المفاصل التاريخية دائما بكركة إلا دور الاستقلال الأول واللبنان الكبير يعني 1920 و1943 والاستقلال التاني 2005 كان لبكركة دور كتير كبير اليوم بكركة بعدها عم تلعب دور وطني بعدها توجه الأمور ما ننسى أنه بكركة منى مركز سياسي هو مركز وطني والبطريارق الراعي منه رجل سياسي هو رجل وطني وانتماء هذا الصرح للبنان فينا نقول توقم هذا الانتماء هو توقم للبنان بعده الدور كتير كبير ولكن اللي بيلوه بكركة اليوم وان دورة وان مواقفة وان العصى يضرب بالأرض خلي يرجف السياسيين وخلي يرجف السناء الشيعي وقته يطلعوا عن حدودهم بعلاقاتهم مع الآخرين وانها بكركة بكركة كمان تتسم بالحكمة أحيانا يعني البطريارق صفير وقت نطر للألفان تأعلن نداء المطارنة الموارنة بين التسعين والألفان عشر سنين كان ينتظر الفرصة وكان ينتظر دائما الوضع الأقليمي وينتظر الوضع الداخلي في حكمة بدأ وكامان اليوم وتحقق الاستقلال بعد خمس سنين من الألفان من نداء المطارنة الموارنة ولقاء كرنت شهوان يلي كانت بكركة دعمته هو اللي كان له دور كتير كبير بالاستقلال التاني اليوم أكيد بكركة دايما عينها على لبنان عينها على الموارنة والمسيحيين وعينها على لبنان مؤمني بهذا البلد ومؤمني بالتعايش إلى أقصى الحدود ومؤمني أنه رح يطلع من كبوته ورح يطلع من هذه الحرب منتصرا كلبنان مشان هيك ناطرة تنتظر الفرصة السانحة تنتظر الوقت الدقيق لإعلان ما وهذا اليوم المبارح الكمة الروحية هاي دي يجو يقولوا لك كل مذهب نحن معك يا بكركة وطنيا نختلف أوقت ببعض الأمور السياسية وقالوا مبارح رجال الدين الشيعة ولكن هذا صرح وطني رح يطل بكركة هي حامية هذا الوطن رح يطل سيد هذا الصرح هو ضمير هذا الوطن ما نخاف على المسيحيين بلبنان طول ما في صرح بيشتغل أمور وطنية مثل الصرح البطرياركي السؤال ما قبل الأخير وبشكل سريع لأنه ذهبنا الوقت اليوم في فئة من اللبنانيين عند كل توتر ما بالبلد بتقول أصموا وخلونا نرتاح صحيح اليوم هل الوقت المناسب لنطرح هذا الطرح الفيدرالي بتعرفي المشروع الفيدرالي عمره من قيام الاستقلال حتى وقت أخذنا استقلالنا كان فيه تيارات تحكي عن الفيدرالية هذا موجود بالحياة السياسية اللبنانية قوة أكتر مش هلأ بالحرب قوة ما قبل الحرب يعني فيه عز سطوة الشيعة على لبنان يعني بين الالفان وستة والالفان واربع وعشرين بقوتهم وسلاحهم ومالهم انتشرت بثير الأفكار الفيدرالية بالمجتمع المسيحي أنا نحكي واقع كتير مش شوي وشعبيتهم زادت وارتفعت وكترة الطروحات الفيدرالية صار فيه كتب صار فيه ندوات صار فيه مؤتمرات عن الفيدرالية وكل واحدة إلى ميزتها مناطق مزاهب أديان تقصمت جغرافيا مزهبيا وصار فيه تقييد من كل المذاهب المسيحية والطواقف بلبنان أكتريتهم مسيحية لمشروع الفيدرالية ليه بسبب تصرفات السناء الشيعة بسبب فائد القوة عند السناء الشيعة المسيحي صار بديوحمي حاله راح إلى الفيدرالية كعم نحكي كمجتمع مسيحي أنما الأحزاب المسيحية ما تبنت هذا الشعار يمكن بالصالونات ايه بيحكوا عنها يعني سامي جميل قال من روح الطلاق بتكمله هيك يا الشيعة من روح إلى الطلاق وهلق باللي شو يعني شو فرق بين الفيدرالية والطلاق فإذن شعبيا كل التيارات المسيحية القوية بخاصة ثلاث أحزاب يعني القوات والعونية اللي حكوا عن اللامركزية الإدارية الموسعة هن فيدرالية مالية وإدارية وسياسية عم يقصدوا بس ما بيقدروا لو وقت بوش حزب قالنا ما فيه هني بيهم اتفاق فإذن القوات والعونية والكتائب مجتمعهم وشعبيتهم عم تحكي بالفيدرالية المرضة أكيد لا اليوم بعد ما اندلعت الحرب خفت هلأ هلأ خفت لأنه مش وقتها في ظل هذا الدمار وهذا القتل هلأ مش وقتها نحكي عنا شو عم ينحكي هلأ بطريقة غير مباشرة بس عم يقصدوا الفيدرالية تغيير النظام يعني هلأ بعد ما نطلع من الحرب وننتخب رئيس جمهورية لازم يا جماعة نحكي بتغيير النظام شو عم ينحكي بتغيير النظام يعني الفيدرالية لازم نحكي بتغيير النظام لازم نشيل كل الممنوعات والمحذرات اللي منخاف منها ونحكي بتغيير النظام النظام الموجود يعني اتفاق الطائف فشل وأكبر دليل لك شو عم بصير فينا من وقتها لليوم من اتفاق الطائف لليوم ما عشنا نهار مثل الخلق ودولة مكسورة وما في رئيس ما في حكومة فعلية وما في تشريع بدنا يتغير النظام حتى نعيش بسلام بعدين بالمدولات بينحكى عن تغيير النظام شو المقصود وعلى الأرجح فيدرالية هلأ إذا السناء الشيعي اقتنع أنه يتخلى عن فاقده الكوة شعبيا وعسكريا وعدديا ويرجع لانتمائه اللبناني كل اللبنانية ناطرينه يمكن موجة الفدرالية تخفط شوي تخف لأنه ما بيحس حاله المسيح بخطر هو اللي عم يطالب بالفدرالية لأنه حاس بخطر لأنه المسيح هو اللي كون هذا البلد بيطالب بالفدرالية لا عم بيطالب لأنه حاسس بيه خطر لحيمينت نفسه أو شو يعني الطلاق زكرة سامي جميل يعني الكون فدرالية يعني تقسيم لبنان يعني يكون لبنان مش دولة اتحادية فدرالية مثل أمريكا وكندا وقلمانيا وسويسرا والإمارات العربية لا يكون لبنان كون فدرالية يعني دول مستقلة كليا بس بتعامل مع بعضها وهيضا الخطورة يلي ليه اللي عم يذكرون أكيد هذا طرح خطير خطير جدا وما حدا حطوا على الطاولة بس عم يقولك برجع بقول ما لازم يكون في طائفة أقوى من أخرى حتى ما حدا يروح يفكر بهذه المواضيع وبالنهاية كل هذه المواضيع إن كانت فدرالية أو كونفدرالية إن كانت غير النظام بدأ موافقة غير داخلية بدأ موافقة دولية مشان هيك اليوم كمان في دور للأمريكان والأوروبية والعرب باللي عم يرسم للبنان لنختم رسالة انطلاقا من التجارب التاريخية رسالة اليوم منك لكل اللبنانيين بهذه المرحلة الضقيقة التي يمر بها لبنان الانتماء اللبناني كل الأحزاب اللبنانية والمذاهب اللبنانية تتخلى عن انتماءاتها الخارجية وتدعم الدولة اللبنانية يجب أن يكون لدينا رئيس قوي سياني حكومة انقاذية سيادية مجلس نيابة منتخب تنبني هذا الوطن خلي كل الأحزاب يكون عندها انتماءة اللبناني الصرف لنبني هذا الوطن يكونوا عندهم أناعة كل اللبنانية متساويين كل الأحزاب متساوية كل المناطق متساوية تنقدر نبني لبنان المستقبل هل كيان اللبناني بخطر؟ أبدا أبدا ما كان بخطر ولا رح يكون بخطر لأنه اللبناني معلق بأرضه ومعلق بهذا الكيان بغض النظر عن الدراسة أو الدراسات التي تنعمل حول مستقبل الدستور ومستقبل النظام مشاهدين الكرام هيك ما نكون وصلنا لختم حلقتنا شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء شكرا للمشاهدة